السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صلاح حامد واش ممكن يصير لو شركة صينية قررت انها تنسخ شركة صينية ثانية خلينا نعرف السبب اني ذكرت انه هالجهاز مستنسخ من شركة اخرى صينية هو انه بشكل عام شعور هالجهاز بالاستخدام وبالمسكة وكشكل بيشبه الى درجة كبيرة جهاز الهواوي P8 من ناحية الشكل المستطيل الزوايا الحادة جدا من الاطراف تشبه الى حد كبيرة تجربة اللي بتحصل عليها من جهاز الهواوي P8 ايضا لما تطلع على الجهاز من الخلف رح تلاحظ وجود القطع البلاستيكية اللي بتغطي الجزئية اللي فيها الكاميرا وايضا جزء السفلي وهي امر ايضا بيشبه الى درجة كبيرة على جهاز ال P8 هالكلام ايضا بينعكس على الجهاز بشكل ايجابي بحيث انه هنا فيه انه يونبادي ديزاين او جسم موحد من المعدن في اطار الجهاز من المعدن ظهر الجهاز من المعدن الامر اللي بخلي مسكة الجهاز في الايد تحسك وكأنه الجهاز يعني نوعا ما بريميوم الى حد ما وايضا بخلي التعامل معه سهل فهون قديم نتكلم عن جهاز جدا رفيع بسمك يساوي 7.35 مليمتر الامر اللي بيسهل عملية التعامل مع الجهاز بشكل كبير وانك ما تحس بهالوزن او الغلبة الكبيرة اثناء التعامل مع الجهاز ان كان بايد واحدة او بايدتين انتقالا للمقدمة في عنا ازرار فيزيكل على هالجهاز فما في عنا هون ازرار السوفتوير بل في عنا زر للرجوع زر للخيارات وزر للقائمة الرئيسية وزر القائمة الرئيسية هنا ايضا بيعملك قارئ للبصمة بحيث انه لازم تشغل الجهاز نفسه ولازم تضغط على الزر او التشغيل او زر القائمة نفسه علشان تقوم بقراءة البصمة الموجودة عليها سرعتها جيدة لا بأس فيها مش صاروخية جدا ولكنها في نفس الوقت مش بطيئة ولكن نسبة نجاح القراءة البصمة راح تكون معك ما يقارب الستين الى سبعين بالمية فهو مش دقيق بشكل جدا خرافي ولكنه لا بأس فيه انتقالا للحديث عن الشاشة جهاز الالوفون امتو مزود بشاشة كلية من الجي اللي هي بحجم خمس ونص انش بدقة فل اجدي اللي هي 1920 في 1080 وعلى حجم هالشاشة بتولد لنا كثافة بيكسلات بتساوي 400 بيكسل في كل انش اللي هي امر نوعا ما جيد وشفناها على اجهزة كثيرة من قبل وحقيقة اداء هالشاشة مش عاطل ابدا بحث نوع اضاءتها ممتازة من ناحية انها بتقدر تصير قوية او ساطعة بشكل كبير بامكانك انك تخفضها بشكل كبير ايضا للقراءة الليلية التوليد اللون نفسه على الشاشة لا بأس فيه فالبانيل مثل ما ذكرت بالكامل الجماعة جايبينها من عند شركة الجي اللي هي الال سي دي من نوع اي بي اس بحيث انه هنا في عندنا الوان لا بأس فيها وضوحها جيد النص بشكل عام رح يكون مقروع عليها بشكل سهل تحت ظروف الاضاءة العالية ان كنت في الشمس او ان كنت في المكتب اما بالنسبة للكاميرات فعندنا هنا كاميرا خلفية بقوة 13 ميجابيكسل بحجم فتحة يساوي F2.4 والحساس من شركة سوني اللي هو الـ IMX214 اللي هو سنسر مش بالضبط احدث السنسرات اللي موجودة حاليا ولكنه ايضا لا بأس فيه ولكن المشكلة هنا عندنا موجودة من ناحية السوفتوير فنوعا ما التقاط الصور رح تكون تجربة لا بأس فيها اذا اخدت وقتك في التصوير فاذا زبطت الفريم وكانت ظروف الاضاءة مساعدة رح تطلع صور نوعا ما لا بأس فيها ومقبولة بشكل كبير اما اذا بدك تصور بسرعة نوعا ما رح تكون التجربة مش بزيادة خصوصا لو كانت ظروف الاضاءة مش مساعدة معك فسرعة الالتقاط مش عالية جدا حدة الصور نفسهم مش رح تكون جدا جدا خرافية بحث ما فيه عندنا هنا تثبيت صورة بصري والبروسيسنج اللي بيشير على الصورة بده وقت لحد ما يخلص التقاط الصورة الامر اللي ما بيخلي الموضوع مساعد بشكل كبير اما بالنسبة للكاميرا الامامية فهي بدقة 5 ميجابيكسل واداءها عادي جدا كاميرا امامية مش هالاشي الخرافي ولكنها بتمشي الحال انتقالا للجزء المبهر نوعا ما في هالجهاز اللي هو موضوع الاداء فهوان قاديم نتكلم عن معالج من شركة ميديا تك بمعمرية ال64 بت اللي هو الMTK 6753 اللي هو معالج نوعا ما يعتبر من المعالجات القوية اللي موجودة عند ميديتك مش معالج ضعيف ابدا فهو معالج ثماني نوا بسرعة 1.3 جيجا هيرتز لكل كور اللي هم الكورتكس A53 اما بالنسبة لمعالج الفيديو فهو المالي T720 اللي هو احد معالجات الفيديو اللي نوعا ما يعتبر معالج قوي هالكلام كله بينتج عن اداء جدا ممتاز في ناحية الالعاب لما تكون مشغل اللعبة حتى لو كانت متطلبة لقوة معالجة عالية مش راح تواجه اي مشاكل بنفس اللعبة من ناحية التنتيع او الفيلمات اللي راح تروح ما راح تكون عندك هالمشاكل اطلاقا ولكن المشكلة بتصير لما تدخل على مجموعة من التطبيقات او تشغل مجموعة من التطبيقات وتصير تبدل بينها راح تلاحظ في عندك لاق كبيرة او التعليق وتنتيع شوي يعني نوعا ما بطيء لما تبدأ تقلب ما بين التطبيقات والرام تتعبى بسرعة مع انه هنا فيه عندنا ثلاثة جيجا رام الامر اللي بيساعد لما تكون شغالة على تطبيق واحد فقط ولكن ما بيساعد كثير لما تكون شغالة على مجموعة من التطبيقات فقدرة الجهاز بتتركز على تطبيق واحد نوعا ما مش على مجموعة من التطبيقات واللي مساعد مواصفاتها الجهاز هو نظام التشغيل فهون قديم نتكلم عن اندرويد 5.1 اللي هو اللالي باب وبشكل عام شركة الوفون ما اضافوها الاضافات الخرافية جدا على نفس نظام التشغيل ففي عندنا هون جدا واجهة شبيهة الى الاندرويد الاستوك او الى الاندرويد الخام ففي عندنا نفس الشكل من ناحية القوائم من ناحية الاندرويد سنتر القوائم الرئيسية كلها بتشبه الاندرويد الخام الى درجة كبيرة في عندنا اضافات بسيطة جدا من ناحية امكانية توفير الطاقة او تشغيل وضعيات للصوت ولتوفير الطاقة بشكل ثانوي ولكن تجربة بشكل كبير شبيهة بالاندرويد الخام في عندنا هنا تطبيقات جوجل وكل هاي الامور راح تكون موجودة على هالجهاز اما بالنسبة للبطارية فهي 2600 مل امب محقيقة اداءها كان لبأس فيه بحيث انه ما تتكلم عن جهاز بها السمك نوعا ما جيد انه حجم بطاريته 2600 مل امب واداءها راح يكون بالنسبة للمستخدم الثقيل او للهفي يوزر راح يعطيك ما يقارب الثلاث ساعات الى الثلاث ساعات ونصف من الاستخدام او من السكرين اون تايم على ما يقارب 14 ساعة فنوعا ما في اخر ثلث من اليوم البطارية راح تنتهي معك وراح تضطر تستخدم بوبربانك سعر الجهاز 200 دولار راح تركلكم رابط للشراء من عدة مواقع راح يكون موجود بالاسفل بالنسبة للفاليو او قيمة هالجهاز بالنسبة للموظفات اللي ذكرتها لا بأس فيها فشاشة نوعا ما جيدة اداءه كان جدا جدا ممتاز اما من ناحية الباقي شغلات الكاميرا مش جدا خرافية تصميم نوعا ما جيد بحيث انه معدن وملمسه جدا جدا جميل فكقيمة بعتبره جهاز لا بأس فيه هذا كان كل اشي عن هالجهاز ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ما تشتركوا من لايك وشاركوه مع اصدقائكم اذا عجبكم هالفيديو وشفتوه مفيد كماكم صلاح حامد في امان الله